شراكة راسخة تجمع مملكة البحرين بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الأكثر من خمسين عامل على الأصعدة كافة نعم عديد التفاهمات ومذكرات التفاهم الثنائي بين المنامة وواشنطن طالت جميع المجالات الحيوية والتي انعكست إيجابا على مستويات التبادل الاقتصادي والتجاري بينهما بين مجمل التحالفات التي تتم بين مختلف الدول حتى وإن بعدت المسافات بينها إلا أن التفاهم المشترك الذي يجمعها يقرب الأميال ويبقيها على خط جغرافي واحد أوله تعاون ومنتصفه شراكة وآخره عمق استراتيجي علاقة ثنائية راسخة تجمع مملكة البحرين بالوليات المتحدة الأمريكية الصديقة أكثر من خمسة عقود من تلك العلاقة التاريخية العميقة على الصعيد الدبلوماسي وما يزيد على خمسة وسبعين عاما من التعاون الدفاعي مع البحرية الأمريكية بوجود مقر الأسطول الخامس في مملكة البحرين باعتباره المقر الأقدم للوليات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط من جانب وفي إبرام عديد الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المنامة وواشنطن على مر العقود من جانب آخر والتي تأتي على رأسها وقد عززت من توثيقها اتفاقية التجارة الحرة التي انعكست إجابا على مستويات التبادل التجاري بين الجانبين بما يعود أثره على دعم القطاعات الاقتصادية تنفيذا للأهداف المنشودة إن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي يستجعي من التعاون والتضامن والعمل المشترك الفاعل تلبية لتطلعات شعوبنا نحو السلام والنماء والازدهار وفي هذا السياق نؤكد على أهمية استمرارية عمل القوات البحرية المشتركة وتفعيل قوات واجب مشتركة إضافية بالنظر إلى دورها المحوري في حماية الملاحة الدولية وتأمين امدادات النفط والتجارة العالمية عبر مضيق هرمز وباب المنتق ونقدر عاليا التعاون المثمر والبناء بين قواتنا البحرية الباسلة والأسطول الخامس للبحرية الأمريكية لما يزيد عن 75 عاما من مملكة البحرية العلاقات الاستراتيجية البحرينية الأمريكية ومع تعاقب السنين تواصل نموها على الأصعدة كافة فهي منمت على أسس وركائز رصينة من توحيد للرؤى المشتركة بينهما تنادي بأهمية الالتزام بالنظام الدولي القائم على احترام القانون والمحافظة على أسس السلام والاستقرار والازدهار وحماية الأمن في المنطقة والعالم بما يصب في دعم مسارات التنمية إقليميا ودوليا ترجمة نانسي قنقر